السلام عليكم ده تشوف ازدان نعمل العملات الحسابية في برنامج C-Sharp اول حاجة اعملها ان انا هقوله ان انا محتاج bottom وابدأ اقوله بقى اخد العملات ديت خليها نلغي دوت طيب هقوله ان انا عندي مثلا انتجر A بتساوي مثلا 6 وعندي انتجر تاني B بتساوي 7 طيب وعايز بقى مساج بوكس تظهر لي مجموعة الاثنين مساج بوكس .show وهبين اقواس هقوله ان انا عايز ال A وال B يتجمع مع بعض فبين كسين كده A زائد B وممكن تخلي بدل زائد D minus تخليها زي ما انت عايز دوت ده عبارة عن R com فانا عايز احوالها ل String عشان تبدو تظهر معي ToString وحط الاقواس بتاع ToString بالشكل دوت واقوله اعمل لي Run هاجمع الاثنين مع بعض ممكن بردو بدل زائد تخليها minus تخليها ضرب تخليها زي ما انت عايز طيب انا عايز اخليهم عبارة عن Text الشخص نفسه اللي دخله فاقوله هنا Text ده تكست بوكس واحد وده تكست بوكس اتنين فانا بقى هبدأ اعرف الانتجر دوت هقوله خده من Text بوكس .Text وهنا هقوله خد Text بوكس .Text .Text طيب المشكلة ايه هنا بقى ان المشكلة ان تكست بوكس دوت عبارة عن String فازاي هنحطه فيه ناخد منه نحط في حاجة انتجر فانا هقوله دول كده محتاجين نحول التكست دوت لانتجر عشان يعرف اي روح فحطه بين كسين كده واجه قبليه كده واقوله Integer 32 .Pars خلاص كده المشكلة اتحلت نفس الكلام ده برضو هنا طيب كده هوا هياخد التكست دوت والتيكست دوت ويبدأ يحطوهم كأرقوم فمثلا لو قلت له هنا مثلا ثلاثة وقلت له هنا أربعة هيقولي ان هما سبعة هوا هوا هوا